اشتركوا في القناة انه بعد عامين من انتهاء وقف اطلاق النار مع الرباط اعيد انتخاب ابراهيم غالي على رأس جبهة البوليزاريو خلال مؤتمرها السادس عشر الذي عقد في جنوب الجزائر وتساءلت صحيفة يومون في سياق تزايد الاحباط لدى السكان هل تظهر الوحدة على مدى خمسين عاما من خلال تكسير البوليزاريو معتبرة ان شعار المؤتمر تكثيف الحرب يدل عن نفاذ صبر الصحراويين لاعطاء زخم جديد للصراع المستمر منذ سبعة واربعين عاما وتخذ على مدار عامين شكلا منخفض الحدة اي حرب العصابات التي تجاهلها المغرب والتي لمير منها الصحراويون اي ثمار هناك ضغوط هائلة لتكثيف القتال والعودة الى اساليب القتال السابقة بين عامي 1986 و 1989 عندما خذنا معارك اسفرت عن نتائج عظيمة في استعادة الاسلحة واسر الجنود شبابنا وجيشنا على وجه الخصوص يطالبون بذلك يشرح ابراهيم غالي لصحيفة لومون وثلاث وسائل اعلام اوروبية اخرى تقاعس المجتمع الدولي يحكم علينا بالموت البطيء ونفضل ان نموت بكرامة نقلت لومون عن الولي سكرتير البوليزاريو والزندي البالغ من العمر اربعون عاما وهو واحد من بين ستين متظاهرا في شهري اكتوبر ونوفمبر عام الفان وعشر اغلقوا لاكثر من عشرين يوما معبر الكركرات الحدودي بين الصحراء الغربية المغربية وموريتانيا والذي بناه المغرب في منطقة عازلة واعتبر البوليزاريو تدخل وحدات عسكرية مغربية لطربهم خرقا لوقف اطلاق النار من جانب الرباط ويوضح الولي كان هذا هدفنا ولانا لن نرتكب نفس الخطأ الذي حدث في عام الف وتسعمائة وواحد وتسعون اذا اراد المغرب تفاوضة فسنمسك بقلم في يد وبمسدس في اليد الاخرى وتبعت لومون ثلاثون عاما مرت على اتفاق السلام بين الرباط وجبهة البوليزاريو وعلى قرارات الامم المتحدة التي تنص على تنظيم الاستفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية اخر اقليم افريقي مدرج على اراضيها ومرت عشرون عاما على اخر محاولة جادة من قبل الامم المتحدة لحل النزاع من خلال خطة بيكر اثنان عام الفان وثلاثة التي رفضها المغرب وخمسة عشر عاما على اقتراح الرباط في عام الفان وسبع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وهو امر غير مقبول بالنسبة لجبهة البوليزاريو في غضون ذلك هاجر العديد من الشباب ويرى اولئك الذين بقوا في مخيمات تندوف ان استئناف القتال هو الامل الاخير لانهاء نزوح جماعي استمر سبعة واربعين عاما تنقل لغون عن خليهنا محمد اربعة وثلاثون عاما مدير الشباب في وزارة التربية الصحراوية قوله البوليزاريو تحولت الى دولة في المنفى ونحن حركة تحرر وطني في غضون ذلك فان المغرب في وضع مريح انه يحتل اراضينا ويصدر مواردنا الطبيعية ويستغل احتياطياتنا من الفوسفات ويدعو الشركات الى الاستقرار في الصحراء الغربية لا يمكننا التخلي عن وارقتنا الرابحة وهي الكفاح المسلح الانتظار يقتل ارواحنا ويقتل تطلعاتنا بحسب تعبيره ويضيف لا يجب علينا مهاجمة الجدار فحسب بل يجب مهاجمة البنية التحتية الاقتصادية للمغرب لمنعه من الاستفادة من مواردنا يجب ان يشارك الصحراويون في الاراضي المحتلة في هذا الصراع قد نحتاج الى التفكير في الاعتماد على الانتحاريين وقال مدير الشباب وهو خريج قسم اللغة الانجليزية من جامعة الجزائر يجب ان نستخدم جميع اوراقنا اكثر من ثلث سكان المخيم هم من الاطفال تقل اعمارهم عن 17 عاما ونصفهم من النساء معظمهم ولدوا في المخيم ولم يعرفوا المنطقة التي يقاتلون من اجلها لكن شعور الانتماء والحب لارضنا ينتقل من جيل الى جيل من خلال قصص اجدادنا ونتعلم بحزن ما فعله المغرب من تعذيب وابتزاز لاخواننا في الاراضي المحتلة يوضح مولاي بشير 35 عاما محامل مسؤول صحراوي لا يجب علينا مهاجمة الجدار فحسب بل يجب مهاجمة البنية التحتية الاقتصادية للمغرب لمنعه من الاستفادة من مواردنا قد نحتاج الى التفكير في الاعتماد على الانتحاريين واعتبرت لومون ان القدرات الحقيقية للجيش الصحراوي المعتمد على مساعدة حلفائه جد محدودة فان الرغبة في خوض معركة كبيرة بين الشباب حيث تجمع العشرات منهم امام ابواب وزارة الدفاع الصحراوية عندما اعلنت البوليساري استئناف الكفاح المسلح موضحة انه على مدار عامين سجلت جبهة البوليساري اكثر من خمسين حالة وفاة على ايد الجيش المغربي الذي نددت الجبهة باستخدامه طائرات مسيرة الرباط من جانبها لا تقدم اي معلومات عن الخسائر البشرية او المادية المحتملة الصحيفة الفرنسية اشارت الى ان هناك دبلوماسيين صحراويين لديهم خطاب اكثر اعتدالا مثل عبدالله عربي خريج العلاقات البولية من كوبا ومندوب البوليساريو في اسبانيا والذي يسر علاء الحصول على اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة